خلينا دلوقتي نروح نصبح على زملتنا هالة الحملاوي نتعرف منها على أخبار التقس والمرور في القاهرة والمحافظات سبع الخير عليك يا هالة سبع الخير يا جمانة، سبع الخير يا شازلي، سبع الخير على كل اللي بيشوفونا جولة مرورية مفصلة وبعدها جولة سريعة في أحوال التقس نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري اكتوبر اللي بيشهد كسفات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة لغاية رمسيس المتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر وشارع رمسيس نفسه بيشهد كسفات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كسفات مرورية أما شارع بورسايت من نزلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة كمان فيه كسفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد فيه كسفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معادة بعض الكسفات عند منطقة المظلات هنستكمل جولتنا دلوقتي من محافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعملت أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل فتح الطريق خفف طبعا الضغط عن المهندسين ومحور صفت قوي من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر هيشهد سيولة مرورية ولكن المتجه للمهندسين في بعض الكسفات المعتادة قبل طلعت الدائري ومدان لبنان لغاية نادي الزمالك لو كملنا الكبري 15 مايو فيه كسفات بسبب أعمال توساة الطريق أما شارع الهرم فبيشهد كسفات مرورية والكسفات دي بتزيد مع ساعات الزروة كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطق في حركة السيارات فيه كمان كسفات المتجه لكبري الجيزة المعدنية في شارع فيصل فيه كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوتية ومكملة لحد كبري فيصل كمان بتظهر بعض الكسفات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة مدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا أما محور صفت ففيه كسفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة نروح لمحافظة الإسكندرية فيه كسفات مرورية عند كبري ستانلي وعلى طول الكورنيش والكسفات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيه سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة وحنكمل جولتنا المرورية وهنروح لأسوان هنبدأ من شارع السادات لغاية ما نوصل لمنطقة المسلة الطريق ده بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية كمان أيضا فيه كسفات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسفات المرورية كده خلصت جولتنا المرورية المفصلة دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء الطقس هيكون معتدر نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد فيه شبورة مائية الصبح ولكنها هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فيه كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28 وأقل درجة حرارة في كاترين 22 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية دلوقتي عودة مرة تانية لجومانا وشازلي وتكمل تباقي فقرة سبع الخير يا مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا